خلال هذه الفترة كانت هناك جولات مكوكية قام بها الأستاذ فاضل الميراني ومجموعة من كبار قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى السليمانية ومن السليمانية مجموعة كبيرة من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وقيادة الأستاذ بافل طالباني اللي هو الآن رئيس الحزب وضمن هذه الجولات المكوكية حصلت تطورات كثيرة واسمعنا تسريبات والتسريبات من قيادين بالحزب الديمقراطي موثلة المكون اليزيدي فيان دخيل قبل اليوم قالت نحن متفائلين بأننا سندخل البرلمان بمرشح واحد بعد التقاء قيادة في الحزبين وهما قيادتان تاريخيتان الحقيقة قادة النضال الكردي في مختلف المراحل الآن هم يقررون ما ليسوا هم أكدوا نحن لسنا جزء من المشكلة إنما نحن جزء من الحل ولذلك نحن الآن أكثر استعداداً من أي وقت نوضع من أجل الحل الإشكالات القائمة بما فيه الخلاف الموجود بين الحزبين